أهلا بكم من جديد بيسعدني يكون رفيقي في هذه الفقرة كالمعتاد كابتن أحمد عيد عبد الملك أزاك يا أبوكبات سأل فل عليك كابتن شبانة وقل السلام أنت طيب رمضان كريم عليك أول يوم محشي برضو أكيد أسرق الله وأكل محشي بجد أول يوم محشي والله محشي وحمام ده لازم بتأدي أخد بالك لو ما فيش محشي بقيت تماكن أول يوم رمضان ما جيتش بس أنا الطبيعي في رمضان بقلل فيه أكلي يعني أنا الطبيعي في رمضان بزبط الفرمة بس أول يوم أول يوم أنت لازم أول يوم واليوم اللي أرفع عن دمي أه ده أول يوم مرتين لا أول يوم أنا مرتين في الشهر ثلاث مرات كده دست يعني أول يوم مش قوي برضو أنا برضو أتمنى أبقى فرمة برضو لما بشوف البرومو بتاعك ده بقول يا لو كان هجومنا بتخيل يعني قدام السنغال تعال كولي بالي يا لو كان مسلا أحمد عيد مع عمر الزاكي ولا ميدو ولا عمد متعب محمد زيدان مع محمد صلاح وزيدان وفجود محمد صلاح كنا عملنا إيه مع الفرقة دي الطبيعي أنت كنت بتلعب أجيال أقوى من فرقة السنغال فرقة كودفور فرقة الكاميرون بكل نجومهم كان برضو قوة وأجسام ومهارة بتاع السردباكات بتاع الاتنين بتاع الحبيب كله تيريه بتاع كودفور وكان في سردباك جنبه كمان وباكات بديلعب في أوروبا وفي أرسنال وفي ليفربول والكلام دا كله كنت بتلعبهم وبتكسابهم عادي ثلاثة واربعة طب بأمانة بقى لو كان خط هجومنا فيه صلاح وزيدان ومتعب وعمر زاكي وميدو وأحمد إيد عبد الماليك ستة ستة ايه من الثلاثة اللي تختارهم في المطش دا؟ في الهجوم بترقية كيروش حتى الكحيانة دي كنت هلعب محمد صلاح وعمر زاكي ومحمد زيدان أوكي محمد صلاح وعمر زاكي وزيدان ليه بقى؟ عشان عمر زاكي هيكمل شغل الاتنين صلاح عنده سرعات عمر زاكي العبس هندوق كويس جدا وهباش وهجام وعنده كوة وسرعة وزيدان حرفانة والحاجات الزغيرة النحلة اللي في نصر يعني ما شاء الله عليه وياخد الحاجات اللي من تحت دي بيعملها بشكل كويس وسرعة عنده سرعات وهدف والثلاثة بلعب عجون كويس جدا طبعا مع الاحترام للتانين بس مهم موجودين موجودين طبعا هتزوق بقى ميدو هتزوق متعب والتغيرات بقى هي دي قوة الجيل بتاعنا ان انت كان عندك سبعة تمانية في الهجوم اي حد فيهم هيلعب هيبقى كويس اللي اعيد له هينزل هيضيف فهو ده الفرق بين الجيل ده وش حاجة ما علق من المنافس ولا الرعب من اللي قدامك ولا الكلام ده خالص 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 كنت تكسبوا الفرقة دي؟ وجهة نظرة اه طبعا نكسبهم تخصوها رايح جاي يعني؟ بصراحة لأ عادي وارد جدا في الكورة كل حاجة احنا كنا جيل عندنا ثقة في نفسنا وكمان كان لنا هيبة كبيرة جدا في افريق وجدت ترعبوا كده بالشكل ده؟ ادأ يعني الناس دلوقتي النهاردة يعني انا بالصدفة النهاردة كنت في مكان كده فواحد قابلني بيتكلم معايا بيقول لي احنا المتحصرين دلوقتي عشان انتوا اللي خلتوا تموحنا كبير قوي الجيل بتاعكم لعبنا كورة معاكم ملعبنهاش قبل كده يعني على مجال او في تاريخ الكورة المصرية طبعا بس حلوة الكورة كلها كانت في الفترة بتاعت انتخب مصر في الحجبة بتاعت كابتان حسان شحات من 6 ل 8 سنين من 2006 ل11 اوه من اخر 2005 ل 2011 لحد ما كابتان حسان مشي بس خد تكسب الفرقة دي نكسب طبعا وكنتش تعملو كده هناك المطش اللي هناك ده لا عادي انت كمان احنا كنا متعودين على اللعب تحت ضغوط المطش اللي هناك ده في الاول وفي الاخر هو مطش ضغوط اللعيبة قدت تحت الضغوط اللي حد ما بس انت برضو في النهاية انت اتأثرت بالضغوط اه اه طبعا انت لو ما تأثرتش كنت ممكن تكسب في المطش عادي او تتعادل على الالي تجيب جول كان الموضوع بالنسبة لك هيبقى منتهى تمام مش هتبالك للعلي على ايه على ايه ايوما انا قلتلك قابل لسك اسبعين وتاهل انا قلتلك الاهل هيسعد من اسبعين قابل المواجهتين قلتلك المطشين عاديين جدا والاهل هيكسب ويسعد اه بيعرف يكسب ودي ميزة هي دي ميزة عند الأهل ما أنا قلت لك ما أنا قلت لك حتى لو هم وعشين هيعرفوا يعدوا من المجموعة المجموعة بالنسبة لهم الفرقتين ما عندهم شوية الخبرات الكبيرة وهم في نفس الوقت بيعرفوا يكسبوا الأمانة والزمالك ما كانش عنده ده في مجموعته لا الزمالك كان عنده مشاكل فنية في بداية المجموعة فدت مؤثرها على مجموعة اللعيبة أو أغلب اللعيبة اللي موجودها ليه عندي أحساس إن زمالك كارتيرون حتى في أواخر كارتيرون كان أحسن لا لا خالص ده أواخر كارتيرون إحنا مع كارتيرون لعبنا حوالي 10 ماتشات أو 12 ماتش في أفراقيا 3 ماتشات مع كارتيرون في أفراقيا أنا بتكلم أفريكيا أو دوري وحتى بكسر رابطة بكلمك آخر 12 ماتش الزمالك تقريباً كسب ماتشين بس ما تكسبش حاجة في أفراقيا بس شكل الأداء يعني هتسبك من الخصارة مع الزمالك لا حتى بما كسبنا معاه في الدوري بشكل الأداء مكانش كويس آخر ماتشين كسبناه في الدوري يعني الزمالك مع السجراء ده الماتش اللي فده هنا لا مفيش أداء بس أنت عادة أفضل من ماتشات كارتيرون لا هو ماتش ماتش من آخر كده اللي هو إيه الناس بتقضي الوقت وعازوا تخلص الماتش وخلاص هو ماتش تحصيل حاصل ما لوش أي لازمة بس ما كانش الزمالك الجمهور بتاعه محتاج انتصار بحتاج طبعاً واللعبة مؤثرها مؤثرها بحق نفسهم ومؤثرين بحق النادي وده كان المفروض يبقى دافع لهم من الفترة الجاية انت تكسب النهاردة وتبدأ تحط رجلك على الطريق الصحيح انت الماتش الجاي هتقابل برضه فرقة فرقة من فرقة المصنفة يعتبر في أفريقيا بقالها ثلاث سنين متمرسين وفي الدوري هم منافسين في الدوري الماتش فكل لازم الزمالكوية القانين من الماتش ده مين؟ الزمالكوية القانين من الماتش براماتس طبعاً القانين عشان الأداء الفترة اللي فاتت بس انت برضه في نفس الوقت يعني هما لعيبة أو بيرامز كمان نفس الكلام انت نازل زمالك الطبيعي ما يبقاش عندك قلق من أي حاجة من الماتشات الكبيرة دي طبعاً انت تبقى نازل تبقى ليدة على أي فرقة موجودة بتلعبها انت نازل زمالك باسمك وتاريخك واللعبة اللي موجودة عندك لحد دلوقت يعني حتى لو اللعبة مش في مستواهم بلعبتك تقدر تنزل تكسب أي حد طب خلينا قبل ما نروح للقالي لتكلم انت راضي عن تشكيل الزمالك في الماتش ده؟ لا هو برضه خلي بالك التشكيل بالنسبة للتشكيل عادي جداً بس انا ما برجحش كمان التلاتة بتوع نص الملعب دون العبو مع بعض يعني روءة جنبي طرق حامد جنبي انا قلتلك في الحلقة اللي فاتت لا روءة لطرق حامد واحد فيهم اللي موجود بس دي ايو لا بس ده هو ماتش الراجل بيشوف فيه الناس من الاخر يعني هو بيشوف فيه الناس اللي موجودة مين اللي هيقدر يحطوا وما يحطوش في الفرقة وخلي بالك كمان هو عنده هو مريح ناس ما هو مريح ناس من التشكيل يعني مريح فتوح ومريح الوينش ومريح زيزو ومريح امام عندك برضه لعيب أبو جبل عندك خمس لعيبة كمان والمسلوس يجيه ما لعيبش برضه من الانتخب فست لعيبة من اللعبة الأساسية مش موجودين ما بيلعبوش فهو بيدور عالتاويلي فالحد دي لوقت في الثلاث ماتشات اللي فاتوا الافضل لناس الزمالك والبداية والحكم الحقيقي على الفرقة هيبدأ من ماتش جاي بالنسبة لنا بالنسبة لل احمد عين من ماتش بيرامدز من ماتش بيرامدز طبعا ماتش كو وماتش كبير وماتش دوافع وماتش روح للعيبة قبل الجهاز كمان لناس الزمالك لازم يبقى عارف ان هو الماتش ده مفترق طرق في الموسم كله ناس الزمالك لو كسب الماتش ده هيرجع هيرجع ويكمل بشكل كويس لو قدر الله اي حاجة تاني ممكن يبقى في دروب كبير متى توقعه وشكله ايه الماتش ده لا ماتش هيبقى ماتش مفتوح ماتشات بيرامدز في العموم ماتشات كلها مفتوحة هم بيلعبوا كورة بيتمتعوا هي هو طريقة لعبة كابتن اهاب جلال بيلعب على الاستحواز ثم عندهم صغارات كبيرة جدا لو الناس الزمالك قدر يستغلها زي ما الاهل استغلها الاهل ما كانش احسن حاجة في الماتش بس الاهل كسب 3-0 النتيجة ما تعبرش عن الاداء لاهلي خطف وبعد كده خلاص وقف بيرامدز فتح الملعب جاب التاني والتالت دي المشاكل دايما اللي عند بيرامدز وعند كابتن اهاب جلال خصوصا بيبقى فتح الملعب طول الوقت طب انت بتوقع النتيجة ايه؟ ان شاء الله فوز الزمالك بإذن الله مش بيرامدز يعني البرامدز اجهز اجهز بس انت ناس الزمالك بيتهيقل الفترة ديت يعني خدوا شغل كتير مع الراجل الفترة اللي فاتت واما الفرقة تبقى كاملة والتشكيل يبقى كامل انا شايف ان الناس الزمالك بيبقى تتوقع التشكيل هيبقى ايه مع فريرا في المطش ده وخلاص رايح لعبت المنتخب والفرقة كلها مفترض قدامه جاهزة وفكرة برده ان بنشرقي في اليمين وانه اوباما معرفش يعني هو غير شوات حاجات برد اه لعب ناس اللي هي اوباما انا ما قلتلك هو ممكن بعد كده اعتمد عليه راس حربة كمان واستخدمه في الراجل اللي هو الوينج زي زيزو مكان زيزو او ناحة الشمال مكان بنشاهد اه لا ما هو مداش في الحتة دي اعتقوي بس انا وجهة نظره هو اللي هيلعب تالت لراس حربة ماينفعش يعني حتة صناعة اللي هي الاتنين اللي تحت راس الحربة ده بالنسبة لأوباما لو الراجل هيستخدمه يعني سنة تشكيل الزمالك هيبقى ابو جابل حمزة المسلوسي فتوح فتوح والوينش محمود علاء او عبدالغاني لا عبدالغاني انا بقول الوينش وعبدالغاني اللي هيولعبه مع بعض زي ماتش تقريبا الماتش اللي كان بره كان الوينش مريح صح الو ماتش ايه ماتش اللي بره اه لا كان هو محمود علاء عبدالغاني وماتش سجرادة بيترقى تليت بره عبدالغاني والوينش نفس التشكيل وهيلعب امام وطارق مكان رؤة ماتش برامنز او انا بقول ده وجهة نظر مش هيبدأ ماتش برامنز عشان هو ما بيعرفش ايه يعمل الحتة رقم تمانية ديت اللعب اللي هو يلعب البوكس تو بوكس ديت على اسم البرنامج جاعة بتاعنا امام يعملها كويس جدا في نفس الوقت اسلام جامعة فترات بس اشاف اللي هو التالت مين يعني امام مع طارق من التالت ممكن اوباما يبقى التالت بتاعهم في نص الملعب لا اما حد من ممكن زيزوي اللي اشتغالها ديت التالت في نص الملعب ويجوب حد وينجي مين مين وينجي مين ممكن عندك بن شارق يلعبها اوباما برضو نفس الكلام يلعبها زي الماتش اللي فات وراس حربة مفيش حد عندك دي الوقت الراس حربة وحيد اللي جاهز نصيف سيف يعني ممكن يلعب بين شرقي شمال وممكن اوباما يمين او يلعب بزيزوي يمين اوباما تالت في نص الملعب ده التشكيل اللي انت شايفه كويس اه التشكيل اللي موجود طيب انت هذا الانتصار هيفرق معاه في مشواره الفترة الجاية؟ يعني قالك المتراجع الفترة اللي فاتت الفقوز النهاردة هيفرق معاه؟ بص اي فرقة ازا مالك لو كان صعد من المجموعة دي كان هو بقى مرشح كل ما هكلمه على الآية انا ما اكلمك اهو انا ما بقولك انا بكلمك على الفرق المصري حتى لو برم ازا موجود في المجموعة وصعد في دور الابطال كان هيبقى مرشح للبطولة اي فرقة مصرية هتبقى ليد في الخبرات وفي الكورة وفي كل حاجة عن عن الفرق كلها انا بكلمك بقى حتى لو هو اداء ومش احسن حاجة في المجموعة بس هيبقى مرشح للبطول خدمك الاهلة هيقابل واحد من ثلاثة الترجي والرجاء والوداد انا شاف الموضوع عادي سهل برضو جدا بالنسبة للأهل اه مفيش مشكلة مفيش مشكلة بالنسبة لهم طبعا المشكلة الوحيدة ان ماتش العودة هيبقى بر وطبعا يعني هي ما سامع كابتن سادة عبد الحفيز بيتكلم على على التحكيم وعلى اللي مفيش فار وعلى الحاجات دات ومن اللي عاكومين ماتش اللي هناك تحكيم مع كل بصراحة ماتشين، بيترو قتلتكو في ماتشين قل إنا انه درب الجزاء حناك في الماتش، اللي هناك اه ماتش الان اتكره في ماتش اللي هنا أفمر وليك درب الجزاء مليون ف المناية في الماتش waking يعني انت ماتشين دول لو كسبتهم كان منهم 6 بنت في إيدك وتقلل 6 بنت كان زمين من تسعط يعني مع التراجع مستوى الزمارك بس هو هنا هم جايبين نقول اف سايت بيترو نحية مفيش فيها كلام تمام وهناك كان فيه بناء التفاعل أيها فالتحكيم على الكل لكن انت شايف الآل يدى لتخطأ اي حد يقبلهم الثلاثة دور آه عادي بالنسبة للي هو حامل لقب عندهم خبرات لكن الآل برشح الأول أيها عندهم خبرات عندهم خبرات وفي نفس الوقت هو يعني هو البطل قبل كده في النسختين اللي فاته فهو الطبيعي اللي هو يبقى مرشح هو أنت دقاءة انت لو ريال مدريد بيخش في دورة أبطال أوروبا ما كل دورة دورة تمانية مرشحين خلاص آه مهمة الناس كلها مرشح لكن المرشح الأول انت شايفه الأهلي مش عركب واحد بالنسبة لنا يعني انا شايف الفرق من الفرق القوية السنة دي سونداونز سونداونز والرجاء فرق من الفرق الكويسة ولو شوفنا نتاجهم هتلاقيهم هم أكتر فرقتين من جميعين السنة دايما بقول النتاج دي خادعة شوية يعني دي مش يعني الأهلي أنا قدت مثالة بلي كده قلت الأهلي ما خسر خمسة من سونداونز وده كانت يعني مباراة يعني للتاريخ وكان حدث وقتها سونداونز ما خدش البطولة ما خدش البطولة ما تفتكر خسر المطش خسر بالوداد أعطاك بالوداد أه فيعني مش شرط ان انت بدور مجموعة جمعتها وعملت نتاج عظيمة وسونداونز من ستة مطشاة خزبان خمسة والرجاء نفس الكلام يعني الرجاء عمل نتاج برضو خوريسة كسبان من شوية خمستاشر بونت خمستاشر بونت الرجاء يعني كسبان خمس مطشات وخسران ماتش فعمل نتاج قوي الحقيقة خمستاشر بونت لكن انت بنت لو قلتلك رشح لي يا كابتل يعني عايز أقولك سونداونز والأهلي يعني المجموعة الأولى صعدوا الرجاء وفاق ستيف المجموعة التانية الترج وشابه لازداد المجموعة التالتة الوداد وبيتل أتلتكم مجموعة الرابعة رشحهم لكده واحد اتنين لغاية التمانية يعني المرشح الأول مين المرشح التاني المرشح التالت في رأيك يعني أنا شايف شايف هيبقى رشح رقم واحد مين الأول بالنسبالي سونداونز وبعد كده رشح رقم اتنين الرجاء وبعدين أهلي ورقم ثلاثة الأهلي وبعد كده يجي بعديهم الفرق اللي هي تصنيف أول وفي فرقة ممكن تبقى مفاجئة البطولة شباب بولزداد بيلعبوا كرة حلوة جداً فرقت عليهم ماتشين ثلاثة فرقة من الفرق المميزة يعني هم تاني لمجموعة الترجع جمعين 11 شربون وباخوة خسرين مباراة واحدة جمعتها شربونت أبس خسرين مباراة واحدة هي هو ماتشي للترجع ترجي آه بس فرقة من الفرق القوية بيلعبوا كرة حلوة جداً والمدارب بتاعهم باكيتة اللي كان مسكي الزمالك ومعامل معهم شغل كويس البرازيلي ده اللي مش يقالك بياخد هدايا وبياخد مصالح لا هو مدرب السفير بتاعه كويس جداً حتى منتشر يوم بانه لا 28 يوم فاكر فاكر قالك بياخد هدايا اللي عايز يلعب يجيب له دي يعني الأهل المرشح التالت يعني دي رأيك فني ولا أمنياتك لا فني رأيي فني ده فنيا فنيا حتى لو الأهلي في دور المجموعات جمهوري الأهلي مش راضي عنه بس هو من المرشحين للبطولة أنا في رأيي الأهل المرشح الأول أنا في رأيي أنا كل واحد ورأيه لا لأن الأهل بيمتلك حالياً الخبرات اللي تخليها تتعامل مع كل المواقف يعني بصلا هذا اللي أنا بقوله اللي هو عادي أي فرقة ممكن يتعامل معه ويكسب وهي بتبقى ظروف مطشات وتركيز الليعبة في نفس اليوم المطش طيب يا إنت ببارك للأهلي؟ ببارك على إيه؟ مأنا قلتلك قبل كان الأهل إهيص عندي ماشي ببركلهم بقى مش الأهلي بيكسب في أي وقت ما هو الطبيعي بتاعهم هبركلهم إليه بقى مش ده الطبيعي بتاعهم؟ طب أنا شفناش مسيبات مش ماشي اللاعبة بدنياً متأثرة موضوع الثمن تيام ده ما شفتش إيه؟ ما شفتش اللاعبة متأثرة بدنياً بموضوع الثمن تيام أنا قلت لك إن دي تبقى بين المدير الفني والراجل بتاع الأحمال وإحنا على فكرة إحنا في نص سيزون إحنا في نص السيزون أنا بكلمة كمدرب دلوقت كمدرب أنا مقدرش لا، ممكن أعمل كده ممكن ما أعملش على حسب رأي الراجل وحالة اللعبة البدنية وعلى حسب رأي الراجل بتاع الأحمال الراجل بتاع الأحمال اللي أنا جايبه معي في الجهاز هو أكيد هيبقى بس أنا شايف إن الأهل متأثر الناس بتقول مش متأثر اللي هو متأثر في الملعب مش بدنيا يعني مفيش إجهاد مفيش قصدي اللعبة مش كرامبات مش تعبانين كرامبات والحاجات ديت بتبقى في ماشيات الليفل علي قول اللي انت الماتش رايح جاي وبتلعب فرقة كل شوية عند الجوم بتاعك ومرتدات والحاجات ديت وشد وضرب النهاردة الماتش إيزي خالص مفيش حاجة يعني شاف الأهلي مفيش حاجة عليه بشكل كبير جات عليه ومسكين الكرة أغلى بالوقت يعني وفي نفس الوقت يعني برضو مش مستحوذين علماتش بشكل كبير عندي بجواط أخبار هقراها معك واخد تعليقك عليها وعنتكلم عن قرأة كاس العالم وتصريح لفن خالي المدير الفني لهولندا بس الأول عايزك تبرك لعظيمة بقولك هيجي مدير فني اتحاد الكرة ما كان في إنجادة عظيمة مين عظيمة مين كابتن محمد عبدالعظيم كابتن محمد عبدالعظيم اللي كان مسك المقصة اللي كان مسك المقصة قبل كده اه مسك المقصة صحيح ماله يعني المقصة هيجي يمسك مدير فني اتحاد الكرة بقولك جاي معه مشروع ألماني كبير جدا بتتحك بيه يا إيه اللي ألماني بتتحك ليه الخبر اه عظيمة بمشروع ألماني في الجبلة انت ملك مزوقي يعني سكيت ليه كده لا هو الراجل ما اشتغلش في مصر هي التجربة واحدة تقريبا مع الأهلي مع مارتين يول وانا بالنسبة للتجربة لكابتن محمد عبدالعظيم مع كل الاحترام ليه طبعا من الناس المحترمة لكن انا هو ما اشتغلش في مصر بشكل كبير وانت بتتكلم اللي هو هيجي بعد فنجادة كمان وكان قسامة كبيرة موجودة قبل كده في الاتحاد وانا شايف من الاخر يعني ان المنصب دوت ما بيضيفش حاجة للمنتخبات خبالك بعد الاخفاق المفترض الان المتحد الكرة بيقولك ان عنده مشروع لتطوير الكرة المصرية جدا فالمدير الفاني دي بقى دوره مهم انت بتتناهد ليه عشان احنا بنسمع الكلام ده وقت بقالنا بخمسين سنة ان الكرة عندنا محلك سر الكرة محلك سر كابتن عظيمة جاي مشروع ألماني انا لولا رجل ألماني كنت لا انا الموضوع يعني مع طبعا كل احترام لكابتن محمد عبدالعظيم بتاني قلتيني بتاع المقصة ايوما هو انا عشان انا كنت ماسك الشمس السنة اللي فاتت وكنت بلعب كابتن عبدالعظيم هو كان ماسك المقصة كنت بلعبه ماتش ودي فانا يعني الاسم مش عشان اسم مش دارك في الكرة المصرية الفترة الفترات اللي فاتت انت عارف بقى فيه ناس بتمشي يعني اوقات كتير ونقول فين جدا موجود اوقات الكابتن محمود ساعدة هيرجع يعني انا بكلمك على اسم الكابتن فاروق جعفر شوية الاسم دي كلها اللي هي موتما لعبته في المقصة كان المقصة مش عجبك ساعتها لا بالنسبة لي لا هو الفترة بتاعته مع ناد المقصة الفرقة مكادش كويسة مكادش موفقين خالص يعني بجد والله ما بحذر هو مكادش موفقين الفرقة يعني انا هو كمان مشكلة دولي هو مسك بعد الفترة بتاعت كابتن نهاب جلال كابتن نهاب جلال كان عامل النتائج كويسة جدا في بداية الموسم السل فاتد بس هو مكملش مع المقصة هو مكملش في الاخر عشان النتائج عشان النتائج بس فبيتهيقلي لا هو قرار مش صائب لو الموضوع صح انت بقى قضرب انت بتجيبي الأخبار كلها يبقى الموضوع صح دعوانت اجيبت الخبر يبقى الموضوع صح لا انا مفيش حاجة تاتي من اتحد الكورة لكن هو الكابتن عظيمة نفسه اللي وزع الخبر قبالك يبقى حد تتكلم معه وتواصل معاه هو نفسه بعت الخبر للصحفيين عالواتساب فاكيد الناس اتكلمت معي صح لا انا وجهة نظر ان فيه اسامة كتيرة جدا اسامة كتيرة جدا واسامة كبيرة اولى بالمنصب دوت ومش شرط اللي هم يبقوا مبطلين بقى لهم 20-30 سنة ممكن فيه وجوه كديدة ايه 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 فكرة كلمة مشروع ألمانيا خمن يان المحترفة في المانيا كابتن ياسر ردوان كان محترفة في ؛ فترات كبيرة كابتن عمارا كابتن عمارة وكابتن هان الرمز وكتير تم ذهان وسدانة هو على اقل في الكرة الحديثة يعني لعب في الكرة الحديثة أه اه قريب جدا واعاد يمسك مدير فن التحاد ده ميدو بقولك هيمسك المتخب الأولمبي وناس تقوله أحمد سيني لا أنا وجهت نظر لأن ميدو يعني بقاله سنتين برضو نفس الكلام اللي قلته على كابتن حسام البدري قعد سنتين ثلاثة ممسكش تدريب وبعد كده رجع للتدريب ميدو هو مركز في إعلام والحتة الإدارية هيبقى نجح فيها كويس جدا 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 يعني ميدو ففنيا مش عجبك؟ لا مش موضوع مش عجبني هو ما اشتغلش فترات كبيرة عشان أقدر حكم على تجاربه إن هو مع الزمالك مع الزمالك ومسك السمايلي ومسك دجلة ومسك مقصة ومسك أميكتر ما أنا بكلمك أنا بكلمك هو مع الزمالك هو خد بطولة الكاس مع ناس الزمالك وعمل طفرة أو هو سبب اللي هو نقلت ناس الزمالك من قبل 2014-2015 إحنا داخل دوري وكاس اللي هو غير التيم كله إن هو شال عيبة كانت تقيلة قوي هو الوحيد اللي كان يقدر يعمل دي كان أحمد جعفر أبو أحد السيد كان فيش كتير أحمد سامير وفتح الله ونوري السيد كانت بسمع جامدة جدا كتير جدا خلي بالك أنا كنت مع الجيل ده بس أنا كنت عارة في ليبيا أهل بنغازي ليبي ما شفكش بي ده لا ده بالعكس ده هو اللي طلب نرجع بس إحنا في الفترة ديت كنت بالعب في دور الأبطال كان يعني الماتشين اللي خلونا رجع كنا باللعب الأهل المصري وقتها وكسبنا الأهل رايح جاي إحنا أهل بنغازي كسب الأهل رايح جاي الماتشين دول فهو بما دول اللي رجعوني أو ميدو طلب اللي أنا رجع بعد ما شاف الماتشين دول ورجعت فعلا وقعدت أسبوع معه بس هو ماشي بعد ماتش مازين بي كان بداية الموسم وكابتن حسام حسين جير بس ميدو مدرب جامد برده هو من المدربين الوعدين أكيد بس أنا بقول اللي هو بقاله سنتين نفس كلام كابتن حسين البدري بقاله سنتين بعيد عن التدريب هو مش سالك الموضوع من البداية اللي هو أنا هكمل في ده على طول ماذا عارف هو إعلامي دلوقتي ولا هيرجع للتدريب ولا هو قال إنه هو بشرط الإعلام فترة مؤقتة بياخد يعني راحة من التدريب وإنه هو حتى أصرح بكذا كذا مرة وإنه هو عايز يرجع التاني المرعب بس يعني عايز يرجع في وسط إمكانيات يبقى لازم يركز فيها يعني لازم يبقى تركيزه كله على التدريب يعني اللي قدامك على الترابيزة ميدو وأحمد سامي تختار ميدو حالياً هختار كابتن أحمد سامي أنا اشتغلت معاك كمدرب وهو فكره واضح وفكره باين ومنظم جداً ومدربين الكبار في الدورة المصر حالياً يعني اشتغلت معاه وعارف شغله عامل إزاي ونظامه بتاع كورة يعني بكورة كورة حديثة كمين طيب خلينا نروح للقرعة كنت بقول القرعة بتاعة كاس العالم كابتن أحمد عيد معايا هو عشان خاطر أتناقش معايا إحنا لو كنا وصلنا أنا مقتنع إنه جزء من خسارتنا قدام السنغال مش بس فن إداري كمان فكرة السيطرة الإداري على الماتشين احنا معرفناش ندير الماتشين تماماً اتحاد الكورة لما تقول اس الفندق كان بعيد انت ما انت اللي بتحجز لما تقول اس الوادق نحنا في ساعة ونص ما انت اللي مفترض بتدرس الكلام ده مش كده انت كالتحاد كورة قبلها بتروح ثلاثة أيام تععد وتقيم وتشتغل على كل التفاصيل الصغير احنا كمان خسرانين مواجهتين من فترة كابتن حسام البدري انت مش تصنيف أول من أقتها إدارياً برضو إدارياً طبعاً انت اللي كنت بتوقف حسام البدري من يلعب طبعاً إدارياً فانت الموضوع من بدري حسام البدري انت بتقول يعني كان ممكن نبقى تصنيف أول تقصر تصنيف أول ما تقابلش أصل السنغال في الأصل يعني يمكن تقابل بكونغو وماتش العودة كان يبقى عندك في مصر وماتش العودة دي خصة تانية طبعاً تفرق معنا جداً 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 قطر وهولندا وسنغال والإكوادور دي المجموعة الاولى المجموعة التانية انجلترا واللقات المتحدة وايران والفايز من الملحة الاوروبي اللي هو ويلز يعني هيبقى ويلز هتلاعب الكاسبان من أوكرانيا وسكوتلندا اللي يكسب منهم هيبقى الرابع بتاع المجموعة دي المجموعة التالت هيبقى الارجنتيني المكسيك بولندا السعودية المجموعة الرابعة فرنسا الدنماركي تونس والكسبان من الملحة العلامي الأسيوي مع الأمريكي الجنوبي يعني خد بالك المجموعة الرابعة دي بيروه بيروه مع الكسبان من الإمارات وستراليا إمارات وستراليا يعني بيروه اللي هو في أمريكا الجنوبية منتظر الكسبان خمس أمريكا الجنوبية حيث منتظر الكسبان من الإمارات وستراليا اللي هيكسب منهم هيبقى موجود في المجموعة دي المجموعة الخمسة أسبانيا وألمانيا واليابان مع الفائز من الملحة العالمة التانية اللي هو أمريكا الشمالية مع أوكيانوسيا اللي هو الملحة العالمة التانية دائما اللو Sec nunca Farこんな واحد منهم هيلعبوا بعض والكسبان هيبي في المجموعة الخمسة المجموعة السادسة بلجيكا كرواتيا المغرب كندا المجموعة السابعة برزيلا سويسرا سربيا الكاميرون المجموعة التمنة البرتغال أورجوي كوريا الجنوبية أغانا مجموعتنا قطر وهولندا والسنغال والإقوادور تخيل لو كنا بنقول دلوقتي مجموعاتنا قطر وهولندا ومصر والإكوادور خلالي نقول كده لو قطر وهولندا ومصر على كلام الأستاذ جمال علام قطر وهولندا ومصر والإكوادور عشان ما بيقول احنا هنصعد لحد دلوقتي الناس بتروق الفكرة دي حاجة غريبة جدا دعم يا جمال مش بقول كده بس ده بقول لو سمحتوا بحدش ينتقد على السوشيال ميديا ولا في المواقع ولا في أي حتة عشان خاطر ما يوصلش للفيفا ان احنا بنقول ان منتخابنا كانواحش فما استهلش يصعد وانتبعدت اللي في باصل مش هو قالوا احنا اتكلمنا معهم شابين وبعدين قلتوله ااخد حتى اعمل مطور صحب جبير وطلع الفلاشة بتاعته وتوري الناس بقى الأحداث مش كده مش فيه أحداث مش هو قال فيه أحداث وهم جاهزين ملف قوي متما اطلعوا للميديا متطلعوا للسي ان ان مش فيه جرائد عالمية كتبت عن الليزر وعن مشكلة صلاح والليزر كما اطلع كل المتيريال دا للناس بقى صحة ولا غلط المجموعة دي اللي احنا فيها كنا عدينا دروس 16 وجهة نظر اللي انت تتعدي طبعا مع هولندا يعني كنت تتعدي مع هولندا وكمان يعني ايه خد بالك والسنغال ماتش الافتاح بتاعها مع هولندا افتتاح البطولة نفسه كاس العالم اول مباراة السنغال مع هولندا فتخيل لو كنت انت مع هولندا كم الناس اللي بص على الماتش دا افتتاح كاس العالم كان منتخب مصر مع هولندا تخيل وتبقى خلصت كمان من هولندا في اول مباراة وعارف انت عايز ايه من الماتشين التانين لو قطر والاكواة دول اكيد طبعا وكان يبقى فرق معاك كل حاجة تبقى بتلاع منتخب هولندا في افتتاح كاس العالم يعني القادر اداك دربتين جزاء راحوا واحنا ضيعنا برضو ما اكتسبناش الفرصة القادر اداك شفت القرى عاملة ازاي يعني كنا احنا موجودين كنا احنا هولندا اقرب ده ما اتكلم كورة كمان مش ما اتكلم يعني عشان احنا مصريين ما هي كلها في الاول وفي اخر اداول في الاول ان هي امور تنظيمية في الماتشين اه طبعا طبعا انت بتتكلم في منتخب مصر وابقى في كاس العالم وتخيل في قطر الملعب هيو اعمل ازاي جمهور مصر هيو اعمل ازاي مطش مصر وقطر كان يبقى 90% منه مصريين اه طبعا اللي في المدرجات طبعا انت كمان انت كمان بالنسبة لك في دولة عربية وهتبقى اكبر جمهور موجود بالنسبة لك كنت انت او الجزائر مثلا لو موجودين برك اهم عندهم حصرة اكبر مننا بكتير في السيناريو المطش بس هم كان مجموعتهم صعبة شوز برازيل وسويسرا وسربيا مع الكاميرون بس انت بردو يعني اقول الجزائر لو بتلعب الكاميرون بتتكلم برضو في كاس عالم مش في كاس عالم وبردو هيلعب برازيل وهيلعب سويسرا انا معاك 100% بس احنا مجموعتنا كمان سهلة مش بس انت هتبقى كاس عالم ما هي حصرة لانت كنت هتروح دولة 16 وانت مغمت كده ما هي شوية امور تنظيمية ونظامه وسيستم يتحطي يمشي عليه اجيال واللي يجي يكمل عليه دي الحاجات عنا بحنا خسرين كم في الليلة دي 13 مليون دولار بس اه والله الفلوس حواليك دلوقت الفلوس يعني اللي يخرج من دول الاولاني يخرج بس يعني انا اكتشارك وتخرج تاخد عشرة ونصف مليون دولار بص حاجة 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 بسم الله شاوله من السبعتاشر لاثنين وتلاتين تاخد تسعة مليون اضافة هو تحت بقولك في مليون ونصف دولار تاخدهم استعداد للمنديال اصلا مجرد منك تشارك بيديك مليون ونصف دولار استعداد عشان الماتشات الودية او المعسكرات تاخد تسعة لو خسرت تلات ماتشات تاخد تلاتاشر انك توصل لدول الستاشر واحنا في المجموعة دي كنا وصلنا تبقى تلاتاشر زاد مليون ونصف يعني اربعتاشر ونصف مليون دولار يعني تقريبا من خمستاشر مليون دولار يعني هبقيتين مليون جنيه غير التسويق اللي هيبقى على مدار الكام شهر دول لغات ما توصل كاس عال طبعا حسرة وعم جمال والاندية الاندية الفرق بتاعتها مشاركة يعني الزمالك والاهل والفرق كان اللعابة اللي هتروح تشارك في كاس العالم كان الفيفا بيدون فلوس تقريبا يعني على طبعا على كل نادي طبعا كل نادي اللعابة بتاعته الزمالك هيخشله فلوس والاهل هيخشله فلوس من اللعابة التوانسة طبعا لانه اي لعاب بيشارك في منتخب النادي بياخد فلوس طبعا يعني كانو عمل المساهمة يعني فأنت خسرت حاجات كتيرة جد طيب اللي نادي للمنتخب هولندا حاوريك بيقال ايه لما سألوه على رأيك في مجموعة المجموعة بتاعتك اللي فيها قطر والسنغال والإكوادور قالك أنا معرفش السنغال خذلكم موريد سرطان برستاطة فربنا يشفيك لكن واضح انه مأثر عليه شوي قالك أنا معرفش السنغال وانا طبعا ده تصريح عنيف جدا ومعرفش قطر قالك لا اعرف من السنغال ولا اعرف مين قطر ما شفتمش بالعام كرة قدم وما روحتش قبل كده لإكوادور يعني تريع هالمجموعة لو منتخب مصر في المجموعة فانخال قال ما يعرفش مصر لا طبعا احنا قبلنا تسعين أصحى في كاس ما يقدرش آه قبلته في كاس العالم الموتش الوحيد الرسمي ما يقدرش يكسبك فيه وتعدلت معاه وكت قريب اللي انت ممكن تكسبك كانا ولو قال لي ما عرفش مين مصر قالت اسأل روت خليت او رسال بان باستن اسأل اسأل الأساطير وبيجي فيك جول بتاعك أساطير بتوعك اسأل الأساطير بتوعك هتقوله كده هتقوله يا راجل ده مكدب غاني جاب فيك وجه يا راجل فتكالش الكلام لا تصريح شديد شوية شديد جدا طبعا وفيه تهكم على فرق المتموعة طبيعي ده هو يتكلم العالم كله دلوقتي مفتوح على بعضه في الإعلام والسيشال ميديا وكل حاجة بسأل تصريح عايز يقول بأنه يعني أعظم منتخب في العالم من دوليا إحنا في حتة تانية وهم في حتة تانية طيب عندي بعض الأخبار بيقولك اتحاد جدا بيرصد ثلاثة مليون دولار لا على زيزو على زيزو دلوقتي قليل وجهة نظر طبيعي أنا بقولك على زيزو قليل أجل رقم طبيعي قليل ليه؟ لا أنا شايف اللي هو قليل عشان هو في مكانه هو لو جاب لو دور على عيه انت مش أخد بالك بس زيزو عنده شرط جزائي أصلا عنده شرط جزائي كام اتنين اتنين مليون عنده اتنين مليون اتنين مليون لا أنا عارف اللي هو عنده شرط جزائي اتعرف بس اهو قدامنا على الشاشة اتفق الطرفان ده من عقدي زيزو ايو من عارف فاكر ما جبت لك عقدي أوباما ده بعقدي زيزو اتفق الطرفان الطرفان النادي واللاعب على أنه يجوز فسخ العقد والانتقال إلى نادي آخر خارج مصر يرغب فيه في حالة سداد مبلغ مالي وقدره اتنين واربعين مليون جنيه مصري وذلك إذا أخطر نلاعب النادي برغبته في ذلك خلال 15 يوم من نهاية الموسم الأول اللي هو 21-22 يعني بعد نهاية الموسم ده اللي احنا فيه اه حلو كده وكذلك برغبته في خلال 15 يوم من نهاية الموسم الثاني 22-23 لكن في الموسم الثاني يدفع 25 مليون جنيه يعني بعد الموسم ده الده يدفع 42 مليون حلو اللي جاي يدفع 25 مليون ولا يحق للنادي الاعتراض أو الطعن على هذا الشرط الجزائر المتفق عليه يلا عم أيها أنا عارف أن فيه شرط جزائر اللي هو كان طيب تعالي نحسن بقى ما هنحسن بقى هو في السعر الجديد كمان ما هو حسن مكتوب بالمصري أيها هو مكتوب بالمصري 42 يعني انت 42 يعني ما فيهوش دولار كمان هو كان بما يعادل 2.5 مليون دولار كان محطوط في شرط الجزائر 42 مليون على 18 وكام النهاردة لا هو مش على 18 أنا بكلمك على هم حطيني الشرط الجزائي كان الدولار بتقريبا بـ 15.5 16 نملنا بقى أيها ما نعارف ده بالمصري خلاص بالمصري عارف كام 2.25.000 ألف دولار وليل طبعا على زيزو ودي غلطة كبيرة فما رصدين 3 مليون ليه قالك برضي شخصوات سماصرة العائلة اللي عمتالي عمولات لا بس انها وجهة نظري ان زيزو مش هي زيزو مكمل في نزل زمالك من وجهة نظري من قرب زيزو وعلاقتي بيه عارف ان هو عايز يكمل وحبب يكمل توقف سألك سؤال هو هو هوش ده بند في العقد بند هو تطبيقه يقلل من زيزو او فحبب الزمالك ما ده بند لا ما يقلنش بس هو ارتضى بالصدم المديين الالترافين اقصد هو رادي بعقده مع نزل زمالك زيزو رادي بعقده مع نزل زمالك ووارد جدا الناس زمالك يعدي العقده بعد السيزون دوت ويبقى ليه مبلغ اكتر او يحط له مبلغ اكتر وده الاقرب ده معلومة عندك يعني انا بقولك وده الاقرب هيعدلوله عقده يعني انا ع وجهة نظري اللي انا بقولك انا بقولك ده الاقرب يعني هيخلوه عشرين يخلوه يستاهل انا شايف اللي هو يستاهل يستاهل يبقى اعلى لعيب ياخد عقد جوه مصر وجوه افريكا وقاله هو الزمالك عشان حدي طرق حامد في التجديد مبلغ كبير لا موضوع مختلف برضو طرق في نهاية تجديد عقده زيزو اصغر من طرق بكتير طرق استحق وزيزو استحق يعني كل واحد فيهم يستحق الاثنين بيقضوا دورهم على اكمل وجهه واي حد اي حد تاني بيقضي دوره زيهم بالزبط يستحق اللي هو ياخد مبالغ دي لكن اقصد انه زيزو متاح لأي نادي دلوقتي برا مصر برا مصر اه وفي ناس ممكن تعمل قبري مهم ما بيعملوا الكباري على طول اه البردج ده عارفو لا هو دلوقتي اصدحي بقى قانوني فيه الطرق الكباري وانشاء الطرق خد بالك ده قانوني اه يعني البردج ده قانوني طب ويلي مش قانوني ما هيقفوا جنبه هاتحي يقصدك على الكهرباء قال لك هاد اخرة اليسرق اه ياخد كهرباء من برا العداد اه 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 ادي جد تويتك واتدك اده كتبته السنال لي فاتت بعد بقرار تلع عل طول اخرة الياخد كهرباء من برا العداد اه يتغرّم يزرق كغرامة اه تعمل إسقاط على الأهل يعني هو الطبيعي النادي الأهل دلوقتي ما هو أنت لو لو أنت لو العكس حاصل في الزمالك مش تقف جنبه لا مش هقف جنبه لو هو الموضوع مش قانوني هو اللي يتحمل أنا اللي هتحمل كنادي واحد هو مش خلط أنت كنادي مش هتحمل لكن ممكن تجيب له حد ساهم عقده تدفع تمهار شيكبالة قبل كده كان عليه غرامة الزمالك عمل له عقد عشان يدفع الغرامة أيوما هو دفع من فلوسه شيكبالة دفع من فلوسه صح أيوما هو من فلوس شيكبالة مش من فلوس النادي يعني هو أنا دلوقتي واحد جايلي وهو اللي غلطان وفسخ عقده مع النادي بطريقة غير شرعية أنا أقف جنبه وأسنده إزاي ومال إيه بقى موضوع احنا في الصح صح وكل حاجة والمبادئ ما بتتجزقش والكلام ده كله فهو الموضوع الموضوع ألف به يعني بس أدرك على حاجة هم زبطوا مع الكهرباء خلاص والعداد بقى شرعي لا شرعي إزاي إن الشرعي ما هيدفع وهو الغرام طب بس زيزو مش قلقان من البردج البردج بتاع الأكل لا أنا مش قلقان يعني أنا مش قلقان مش قلقان من زيزو طب أقولك على حاجة قلت لك قبل كده اللاعب المستهدف الأول بالنسبة للنادي الأهلي داخل مصر الأول في القائمة اللي محتوطة في شركة الكورة اللي تشكلت جديد وهتشتغل رسم من أول يوليو أحمد سيد زيزو هي شركة الكورة دي أنا سمع عنها من ونة صغير من ونة في إعدادية لا ما هتسلم رسمي في يولي وما يرين من زمان كده من ونة في إعدادية سمع عن موضوع شركة الكورة زي موضوع الاستاذ بالزبط وخدت مسك يا يا سين منصور هي ما يمسك يا الرجل طول عمر بيدفع فلوس للنادي الأهلي بس خد من الجملة هو لازم يمسك خدنا المشتهدف الأول بعيد بعن الشرك خد من الجملة دي وصر اللي أنا بقول لك معلومة اللي أنا بقوله ده مش رأيش معلوم لازم أخطب بس بقولك فريرة قال للإدارة أنا ما عنديش مهاجم سوبر في الزمالك لا الفريرة الأول وانا فى النشقيين انت معاه؟ معاه مفيش مهاجم سوبر في الزمالك لا وينفع؟ نجيب من شبائيل الدخان لا ينفع الزمالك مفروش مواجم سوبر؟ لا ما ينفعش طبعا. هو انت الفترة اللي فاتي انت بقدرتش موضوعك كده قافل عليك. مقدرتش تجيب حد. مقدرتش تجيب لعيبة وطلعت. حتى الاتنين روس حربة اللي عندك. كان ممكن يكمله معك السيزن. يعني سيب الجزير لازم يمشي. عمر السعيد لازم يمشي. المروان مايرجعش يمشي. المحترفين كلهم في ناس زمالك اللي لازم يمشوا موجودين. وعمر السعيد يمشي؟ اه عمر مايكملش في النادي. اه عمر اوان يرجع ولا يكمل اعرطه؟ على حسب هو هيفنش السيزن بشكل عالي. لكن زمالك محتاج اتنين فرودة من بره. من بره طبعا. لا فيش فرود في مصر انت شايفه الزمالك يفوضه؟ في مصر في لعيبة يعني لعيبة ممكن تبقى اه مساعدة شوية. لكن في الاخر لا بالنسبة لي كله شبه بعض. قريب من بعض يعني. ما عندكش حد كده تتكلم عنه يعني. اه ممكن انا بالنسبة لي فرود كويس من الفرودة كويسة. اه برضو مشاريع الدخية انا بتكلم عليه. اه احمد امين اوفا فرودة من الفرودة كويسين. ماشي بشكل كويس الفترة اللي فاتت يعني. طيب اه انا لازم اختم. عندي تقرير محمد صلاح وليفربول في الفراجة تقرب صلاح من التجديد والاستمرار في الانفلد. في كلام كده. هنتكلم عنه بقى في الحلقات الجاية. ما انا قلتلك هيكمبل. انا قلتك انا قلت انا انا عايز يروح برشلونة. وانا مع الراجل بتاعه. مع الوكيل بتاعه. خد بالك انا مع اسمه ايه. رامي عباس. رامي عباس. عايز يوديه برشلونة. بالتوفيق. وخد بالك الكرة من هنا متغيرات يعني. اعيب ما هي فأم متغيرات. كل حاجة فأم متغيرات. ما حدش يسر على رأي يعني. طيب يا شيء. اول خبيس الجاي قريب. اه. من بنا يدينا العمر. ونلتقي ونشوف صلاح ياملين. ان شاء الله. كابتن احمد نورتنا. حبيبي يا كابتن. وكل سنة والتطيب. والتطيب ربنا خليك. ان شاء الله. بإذن الله. نتابع التقرير. احنا كده وصلنا لليات حالة المهاردة. احنا في شهر رمضان. زمانتوا عارفين. بنتطلع من الساعة 12. للساعة 2. بكرة ان شاء الله في تمام التانية 10 مساء. في منتصف الليل. حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. اشتركوا في القناة.